طيب يا فاندب أنا يعني وأعتقد أن كلنا بنفكر كده يعني أنا عايزة أدلع أولادي في حياتي حد يضامن عمره لكن عايزة أدلع أولادي يعني أحرمهم من حاجة ليه لو أنا قادر أن أنا أعملها ده سؤال مهم صح عشان هما يطلبوا حاجة أنت بش قادر تعملها قدامي بالضبط دي إجابة واضحة جدا طب صاني يا فاندب أنا أتوجه في الأسئلة لا باب مختصر لك في فرق بين حاجتين في فرق بين الحب وبين الدلال المفرد كلنا منحب أولادنا كلنا منحب أولادنا وأنا بربي أنا محتاج أعمل مكس ما بين الحنان والحزم أنا بدي أحضان بحتوي بشرح بقول كلام بقضي وقت إيجابي بلعب معيهم بتقبل اختلافاتهم كل ده حب لكن إن أنا كل طلب يبقى مجامد ده دلال زيت إنه أنت أهم من البيت كله ده دلال زيت إنه يتخاني عشان ماما النهاردة ما عملتش الأكل اللي هو عايزه في عقابا أنا مش هاكل وهطلب أكل من بره عقابا أه مش هاكل وماما بتتأثر جدا وبعد كده ما بتعملش الأكل غالما ترفع سماعة التليفون حبيبي عايز تأكل إيه النهار طب ما مش عايب يا دكتور بصراحة أسأل أنا أقول لي حديك على حاجة إحنا مثلا نجيل إتربة على أنا بحبش القلقاس باكل القلقاس سوى في القلقاس النهار كوز طب ما بحب مش عايز أكله ما كانش فيه بقى ساعتها فاست فود ودليفري وبتقوح صغيرين أو فرق بين حاجتين بين أن أنا أسألهم حابين تاكلوا إيه الأسبوع ده وبين أنه يعاقبني أنا هطلب دليفري واتفاجئ أنه الدليفري على الباب وأنا مش عارفة ده عقابة لأن أنا طبقت أكله هو ما بيحبهش هو ده الفرق هو بيعقبني أو بيضغط علي ولا بيقول لي أنا محتاج ده لو أنا اتخذت نمط أنا كلنا عايزين أدلع ولادنا آه بس هاجي في وقت معين زي ما قلنا الـ 14 و 15 سنة أنا مش هقدر أقف قدام الطلبات خلينا نبدأ في السن اللي هو 4 و 5 سنين إزاي يرفض له حاجة؟ طريقة الرفض إزاي؟ 4 و 5 سنين ده إحنا بنعمل اتفاقات إلي مسموح وإلي مش مسموح هنجيب إيه ومش هنجيب إيه وأنا عارفة أنه هيدغط علي عشان في حاجة اسمها متلازمة الطفل الزنين هم ما عندهمش حساسية تجاه تكرار الكلام إحنا بعد ثلاث مرات يخد يهسرخ هو ده اللي أنا هعمله في الغالب هقول خد عشان أنا معي تليفون أو في ناتفاش لا هتفاش محدش هعرف لطريق أو هتفاش أوكي دول رجالة هينغللوا إحنا عاديم الأمهات والله هتفاش محدش هعرف لطريق ووسلتش في المرحلة دي فهعمل إيه هتزيله اللي هو عايزه أنا محتاجة يبقى عندي صبر طويل قوي اللي مش مسموح تليفون هيقعد عليه أربع ساعات حلويات أوبر اللي احنا اتفقنا عليها دخلنا مول ولعبة غالية قوي أنا مش هعمل حسابها طب هاي عيط هيزن أنا هنزل لمستوى هقول له احنا متفقين على واحد اتنين تلقيق هاي عيط هاي عيط خمس دقيق عشر دقيق وبعد كده هقول له يلا عشان هنتحرق لو أنا خدت خطوتين هو هيتحرق ولا لكن لو أنا أول معي أتجريت عشان الناس وشكلي وجبت اللي هو عايزه أو قاعدت عيلة أنا هسمع فيها انتقادات حرم عليه كده طفل صغير حاجة صعبة قوي يا جماعة الناس اللي بتتدخل في تربية الأطفال وكأن يعني بقى ابنهم مش ممكن آه ليه كده اتزيله الكيك اللي هو عايزها طب هو أكل سكر الصبح محدش بيفكر في كل ده فأنا خبطت كل القواعد اللي أنا عايزة